بسم الله الرحمن الرحيم ومصر أنشأت أول مفاعل بحسي تجريبي وأطلق عليه اسم المفاعل البحسي التجريبي الأول ودوة أنشئ عن طريق الاتحاد السوفيتي وفي 1958 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر افتتاحه الأول مفاعل نووي مصري في أنشاء سران وفي 1968 وقعت مصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لكنها أوقفت التصديق على هذه المعاهدة بعد ما علمت أن إسرائيل بدأت في تطوير الأسلحة النووي وفي 1983 مصر أرادت إنشاء مفاعل نووي على البحر المتوسط وطرحت منقصة وفازت بيها الشركة الأرمانية From Atoms وفي نفس الوقت قررت أستراليا ونيجيريا تمويل المشروع دوت باليورانيوم لكن بعد 1986 في حادث شرنوبل المشروع توقف وفي 1992 حصلت مصر على مفاعل بحسي تجريبي من الأرجنتين بيقدر يضخ كهرباء 22 ميجا وات فقط وفي 2006 أعلن إنه سيتم إنشاء مفاعل نووي في منطقة الضبع النووية بطاقة إنتاجية 1000 ميجا وات وأسند العقد دوت للشركة بيكتر الشركة ديت بتقوم باختيار المواقع والعقود والأماكن المناسبة لموقع المفاعل لكن بعد ذلك أسند العقد للشركة وورلي بارسنس والعقد ده لمدة 8 سنوات بقيمة 160 مليون دولار لنفس العمل اختيار المواقع اختيار الأماكن العقود كل شيء لكن بعد ذلك جت سنة 2011 وزي ما أنتم عارفين الثورة جت وقفت كل حاجة وفي 2013 أعلن وزير الكهرباء المصري تفعيل خطط الضبع النووية مرة تانية ده كان في أكتوبر في نفس السنة من 2013 وفي نوفمبر أعلن وزير الكهرباء الروسي أنه على استعداد كامل لتمويل البرنامج النووي المصري وفي فبراير 2015 قامت شركة روز آتم مع وزراء الكهرباء المصريين بتوقيع مبدئي على مشروع الطاقة النووية في الضبع وفي نوفمبر 2015 قامت الحكومة الروسية مع الحكومة المصرية بتوقيع عقد لبناء أربع مفاعلات نووية من نوع AES 2006 على أن يتم البدء في 2016 وأن التمويل هيكون حكومي 80% منه من روسيا و20% منه من الحكومة المصرية وطبعا كان من شروط العقل أن يكون فيها جانب كبير في المكون المصري يكون منه 20% من أول مفاعل هيتبني فيه على أن يتم تدريجيا ارتفاع النسبة ديت من 20% إلى أعلى وده طبعا شيء جميل جدا عشان نقدر نحاول نكتسب الخبارات الروسية في بناء المفاعلات النووية وتم تصنيف وحدات المفاعل النووية على أساس أنها V5C9 وهي وحدات التبريد بالمئة وبهذا تكون ديت أول محطة نووية في مصر تقع في مدينة الضبع في مطروح من أربع مفاعلات نووية كل مفاعل منهم بينتج 1200 ميجا وات وفي نفس الوقت هيجعل ده مصر أنها تكون أول دولة في المنطقة بتحمل أحدث أجيال الجيل اللي هو الجيل الثالث من المفاعلات النووية الحديثة وهتقوم شركة روس آتم بتدريب الكوادر وتشغيل وصيانة المفاعل لمدة 10 سنوات وتكلفة المشروع كله 25 مليار دولار هتقوم روسيا بتزديد منه 80% والحكومة المصرية هتقوم بتزديد الباقي اللي هم 20% مصر هتقوم بعد كده بسداد الفلوس دي على 22 سنة بنسبة صغيرة جدا اللي هي 3% المهم أن احنا على أمل أن المشروع ده يتحقق والحلم يتحقق لأن احنا بقالنا نحلم من سنة 1950 لتحقيق الحلم ده نقلا عن موقع نيوكلر انجينيرين انترناشنال كال أمجد الوكيل رئيس هيئة الطاقة النووية للمحطات المصرية في 15 أغسطس 2020 في مقابلة مع شركة أن من المتوقع إصدار تصريح البناء لمحطة الطاقة النووية في النصف الثاني من 2021 والتصريح دوت هيكون لبناء أربع مفاعلات من ال VVER 1200 من الجيل الثالث بلس والدفعة هيبدأ في 2029 وأن مصر هتقوم ببناء رصيف بحري كبير لإستقبال المعدات اللي هتيجي عليه وهيخلص في 21 شهر فقط وأن المشروع دوت هيتبني على مرحلتين المرحلة الأولى هيكون ببناء أربع وحدات وبعد اتمام الأربع وحدات الأولى هيتم بناء أربع وحدات تانية وأيضا قال إنه هيتم إنشاء مركز معلوماتي كبير للضبعة النووية في المعلومات وتدريب الكوادر وفي نفس الوقت المراقبة الدائمة على هذا المشروع المهم أما بخصوص جائحة كورونا فهو قال طبعا إن الجائحة دي عطلت حاجات كتير لكن هو بيحاول بقدر الإمكان إن الموضوع ده ما يأثرش على مشروع الدبعة النووية وفي 150 من الخبراء الروس إنه هم فضلوا البقاء في مصر للعمل على هذا المشروع بدون إنه هم يرجعوا إلى بلدهم في هذه الظروف الصعبة فدي طبعا أخبار جميلة جدا إن المشروع آآ مازال آآ شغال إحنا يمكن إن إحنا ما بنسمعش عنه لكن آآ إنتوا عارفين إن إحنا دايما بنحب نشتغل وفي الآخر آآ بنظهر اللي إحنا عملناه فأنا سعيد جدا كمصري ولازم نكون لنا نكون سعداء لإن المشروع دوت آآ هيقدم للمصة حاجات كتيرة جدا 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 في المستقبل بالتوفيق والنجاح آآ لمصر وأتمنى إن أنا أكون لخص الموضوع ده كده بسرعة بسرعة وببساطة وأشوفكم مرة جاية إن شاء الله السلام عليكم